السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندي فيديو جديد ووصفة طبيعية جديدة كيفما دائما معودكم تنجي لكم بالجديد وبالوصفة طبيعية ومضمونة مئة في المئة وتتمنى ان شاء الله هاد الوصفة ديال اليوم تنالعجابكم وتلقاكم في صحة جيدة وبطول عمر ان شاء الله وبالهناء وبالسعادة ونتمنى قاع الوصفة ديالي تنالعجابكم وتبرتاجيهم مع الأصدقاء والأحباب تشاركوها معاهم وانا دائما تنجي لكم بشي وصفة انا بجربها سنعطيها لكم وتنكون فرحانة بزاف حيث نعطيكم وصفات من قلبي وتنعطيكم قاعد الحاجة يتنجربها في البيت ديالي وعلاش لله واليوم جيت لكم بواحد الوصفة ديال ماسك او مقشر ديال الرجلين بزاف ديال النساء والبنات متين تابغوش تيهتموا بالبشرة ديال الواجه ديالهم بشرة الجسم والبشرة ديال الرجلين متين يتموش بيها وتأنا منهم وانتمنى ان شاء الله نهتموا بالرجلين ديالنا ونعملوا لهم مسكات ونقشروهم ولو هي مرة في الأسبوع ورجلين راهم المهمين وتعطيوا واحد نظرة للجمال المرأة وانتمنى الوصفات كلهم اللي اعطيتها لكم تسعملوها والوصفة ديالهم كذلك تسعملوها راني جربتها وعطت لي ذلك النتيجة رائعة وعجبتني الوصفة وقلت لا علاش لما نشاركاش معاكم وهذا الوصفة را في نفس الوقت مقشرة ومبيضة وتتحيدنا تلك الحكا والصيبانة تتكون بالأصابع ورائعة وتتكذيك نتيجة في أول سيعمال الرجلين تبارك لله تيقحيد ذاك القشور تتولي رجلك رطبة تتولي حمرة وتتحيد قاعدك ذاك نشوفي ذاك الجفاف اللي تكون في الرجلين ديالنا وفي نفس الوقت المكونات را مرتطيبين ومقشيرين في مكونات ديال التقشير وديال التبييد وديال الترطيب رائعة وتصلحتها بالأصابع والصيبانة تتكون الناس تتاكلهم رجلهم وانتمنى ان شاء الله هذا الوصفة تنالعي جابكم والمكونات را سهلين موجودين في أي بيت هنحتاجوا لهم بيكربونات الصودا والخل الأبيض أو أي نوع من الخل عندكم وزيت الزيتون وسكر السانيدة والقهواء نطحونة ماشي قهوة سريعة دوبا القهواء نطحونة اللي تنى نعصره في البيت ديالنا وان شاء الله مشي نوريكم الطريقة هما عطيتنا تقريبا هنا جوج معالق أي قياس عندكم ديال معالقة تاخدوا نفس العبار ديال القهوة مع بيكربونات الصودا هنا تقريبا ندرت جوج معالق ديال بيكربونات تقريبا ندرت جوج معالقة ديال قهواء مطحونة تقريبا ندرت جوج معالقة ديال زيت الزيتون هنحركوا باش نزيدوا عليه الخل نديروا قياس الخل والتي غيجمعنا هادا هادا الوصفة بشي تجانسوا قاعدوك المكونات اي تبارك الله مرارة عارفة القوام ديال ديال الماسكات القياس اللي اعطيتكم غيمكن تسعبلو رجلكم بجوج نحركوه مزيان تتجانس مكونات وعلى حسنة بغيتو تضعفو الكيميا ضعفوها سافي نحركوه مزيان سافي يستدك معالقة ديال الثانية دا بعد نسيت ما بينتاليكم في الفيديو ها ولينعلات شكل هادا الخالط كل شي جانسوا المكونات خليوهم يرتاحوا شوية واحد لأي ماسك استعملتو خليوه يرتاحوا واحد خمسة ديالتقايق عادا استعملوا على رجلين ديالكم نطفوهم زيان بالماء والصابون وعملو خليو واحد تي كريم لكم في رجلين ديالكم ولبسو ضروري تقاشر لبسوهم يكونوا من نوع القطن ودوزو صايفو عليهم السلوفان او اي بلاستيكا من فوق ذلك التقاشر ورتاحوهم اللي تبغو تعملو اي ماسك ارتاحو حتي يكرم لكم ذاك الماسك ومن بعد حيدو ذاك السلوفان وذاك التقاشر تتلقاوا هادا الوصفاء كريمات على رجلين ديالكم وعملو حركة دائرية بحالة غتديروا قوماج بقوا تحكو رجلينكم هادا الماسك هادا هيكون ديجا كارم سوف تتغسلو رجلينكم عادي وستعملو هادا الوصفاء ودهنهم بعد اي مرطيب او زيت عندكم طبيعي وستعملوها مرة ولو هي مرة في عشرة ايام او مرة في الاسبوع وتصديق نتيجة غزالة اول استعمال غاتشو اول استعمال هادا الماسك هتشوف رجلينكم كي غاولوا تبارك الله تدك التقشار ما يبقاش فيهم تيداوننا في نفس الوقت ذاك الحكاء ديال بالاصابع مقشر لفوائد كثيرة وشو المكونات لفوائد كثيرة على البشراء ديال الرجلين ديالنا رائعة للوصفاء يستعملوها ونشاء الله هادا الوصفاء ديال اليوم او هادا الفيديو تبرتاجينو مع الاصدقاء اي حاجة عطيتها لكم اتمنى ان شاء الله تتفدوا منها وتتفدوا منها غيركم والاصدقاء ديالكم وماذا ان شاء الله عندكم مصفات طبيعية كثيرة ونشارك معكم اي حاجة ديالنا سيبتها في البيت ديالي ونخلكم على خير فيديو اخر وصفة طبيعية اخرى بحول الله اشتركوا في القناة